ورجعنا تاني من لكم أحباء المشاهدين في فكرة جديدة ومختلفة ومتميزة جداً مع فنانة جميلة الفنانة أمان رمزي هي ممثلة من جيل العماليقة قدرت تثبت أن البطولة مش بشرط تكون بحجم الدور أو باختيار الأسماء لفتت الأنظار بخفتها ورقتها وجمالها وبساطة أخلاقها وبساطة أداءها وقدرت توصل وظهرت في وقت كل الناس كانت فيه بتعتمد على التميز وعلى الموهبة قدمت كل الأدوار وكانت في كل مرة بتكتشف عن مهارة واحتراف تكشف عن مهارة واحتراف ملوش حدود معانا معانا المتقلقة الجميلة أمان رمزيزاي حضراتي كيفاني برحب بيكي ونورتينا وشرفتينا مرسيح حبيبتي ورسيح المقدمة الحلوة وكل سنة وأنتي طيبة والمشاهدين طيبين ورمضان كريم ومصر إن شاء الله بخير ربزينا خليك أنا أتمنى أن أكون قدمت حضرتك طبعا بحاجة تليق بيكي مرسيح مرسيح عايزة أسأل حضرتك بس حاجات أسئلة كده من المعروف أن الراحل الجميل محمد عوض هو اللي رشع حضرتك للتمثيل للمصرح أيوة الله يا الحمام ده بالنسبة لي صديق وأخ ماما كانت بتقول عليه البكري بتاعها هو كان جميل كل الناس بتحبه والله هو أنا التقيت به في جدعان حرتنا كان إنتاج جوزي على يرحمه كمال صلاح الدين وكان أخراج عبد الرحمن شريف بزرع وهو اللي اكتشفني وجامني من إسكندرية فالتقيت به هو الأستاذ أحمد رمزي وأنا سموني أمال رمزي كنت طلع أخته أحمد رمزي هو اللي قال تبقى أختي في الحرام بقى وكان أميني الهنيدي وسامير صبري والنجمة كبيرة أمال فريد ربناش فيها فجاء اللي تاني فيلم حرث السقين اشتغلي مصرح يا مولة وكان دايما بقولي يا مولة قلت له ده أبو الفنون يا حبيبي قال لي طب الأستاذ سمير خفاجة طبعا قدم مسرحيات ربنا تدي له الصحة المسرح التليفزيون جميلة جدا قال لي بيعمل فرقة الفنانين المتحدين والشويكار والأستاذ فؤاد المهندس ده اللي غالي يتحمس لحضرتك بالشكل ده أه وقال لي أعمله روية محمد عواض روية ورواية تانية اللي هي البجامة الحمرة لأبو بكر عزة وعد الإمام وسعيد صالح ميزة أول مصرحية؟ دي أول مصرحية والأستاذ عبد المنع مدبولي ونجوة سالم ومعائلة قصد اللي يمكن تحرف الإبنائي كان الاسم مميز تالي مصرحية كان مين اللي اختاروا؟ البجامة الحمرة المؤلف سمير خفاجة وأخرج الأستاذ كمال ياسين كان جاي من باريس جديد وعمل نص ساعة جواز ونمرأ اتنين يكسب يا لأ ده كمخرج عظيم فروحت قابلته داني معه دي الأستاذ عوض رحت قابلته وكان المستشار بتاع الفرقة فني الأستاذ سيد بدير اللي عمل فرق تليفزيون كلها فطبعاً اتخضيت إنما بما أنا عندي جرأة خدت أخوية اللي يرحمه كان أصغر مني عنده 12-13 سنة وروحنا فقالوا لي أري المشهد ده فعجبتهم فكان من نصيبي بعد ما خلصت الفجام الحمرة يعني بعمله لوية بقى ابو طولة لمحمد عوض اسمي يا كده يا كده وقتنا الفيديتة بقى سندريلا كان بابايا حسن مصطفى مامتي ميمي شاكيب عبد المنام مدبولي كان أخوه كان فكرة الأندماد على وجهه جديد في الوقت ده في المصرح أحسن من من الوجوه الجاملات اللي كانوا موجودين في كان مغامرة يعني لا ما كانش مغامرة لأن هما اسماء كل اسمهم بطل مصرحية وستاذ عبد المنام مدبولي بطل مصرحيات كسرة الدنيا الخيرية أحمد بطلة مصرح لا هي المغامرة أحمد عوض لا أنا في دت فوقستهم هما حيرفعودي بالزبط أيوة يعني ما كيفش مغامرة أن الواحد لا لا مش مغامرة لأنهم أكيد شافوا حاجة مميزة في حضرتك وحاجة شدتهم حاجة حاجة من نحياتها نجحت في الجامل حمرة نجحت وقالوا الزل خفيف وفيه كونتاكت بيني وبين الناس وكانت من نصيبي بس للأسف ما تسجلتش لأن محمد عوض ما كملش السيزون وعمل الكوميدي مصرية الكوميدي فرانسيس فكنت إحدى بطلات الفرقة بجوار نجمة مصر النبي العبيد وخيرية كنا مجموعة كبيرة قوي ونبيلها جراسي اللي يرحموا كانت الترطور بكرة إنتاج محمد عوض في المصرح كنات الترطور ابتديت بقى عدو مؤسس مع محمد عوض وحضرتك بالتأكيد فعلا كنت زوجة للفنن كامل صلاح الدين آه لا يرحموا كان إيه بقى دوره في حياة حضرتك لأ طبعا علمني كابني من اسكندرية عملي تيست جاب لي أسات زفل القا عملي مع الأستاذ عبد الوارس عصر جابوا لي الأستاذ فرج الرواز فرج النحاس أستاذ بابا عدلي كاسب تطوع وداني مدام مرات عشان الأسوات طبقات الأسوات كان أستاذ وزوج ومعلم وقب بس للأسف لما أنا نجحت انشغلت عنه فانفصلنا حضرتك شايفة أني فيه دلوقتي بالنسبة للدراما في السلمة بقت مؤثرة زي زمان زي الفن الجميل اللي احنا كنا بنشوفه الأول لأ هو فيه أفلام حلوة في السنين الأخرانية بس زمان كان بيقدموا الفيلم بيطرح مشاكل اجتماعية وبديك الحل يعني كان بيبقى فيه هدف بيصلح حاجة زي بالولدين إحسان الأم ورد الرب زي جعلوني مجرما لغو السابقة الأولى يعني الملك فريد شوقي قدموا علشان كان أي حد بيغلط بيبقى عنده سابقة ما بيشتغلش كانوا بيعالجوا سلبيات المجتمع لأ دلوقتي نادر لما حد بيعالج سلبيات المجتمع دلوقتي حضراتك كلمتينا عن زوج حضراتك الفنان كمال صلاح الدين وعن الفنان محمد عوض مين كان له دور مؤثر مع حضراتك أكتر فيهم محمد عوض محمد عوض طلعني أمريكا 11 ولاية احنا أول فرقة رحت أمريكا ونجحت جدا جدا محمد عوض وقداني البلاد العربية كلها محمد عوض طلعني بيروت وسبب معرفتي بالدرويد الحام ونعد عليه أكبر نجوم في العالم العربي ايوه اختروني بطلة في امرأة تسكن واحدة وانا لسه راجع من بيروت بقى لشرين يوم محمد صلاح لا درويد الحام اه انا بقولك محمد عوض اعرفني بالنجوم في امريكا اه في بيروت وقداني امريكا اه الفيلم ده انا لسه متكرمة من زمن الفن الجميل عشان امرأة تسكن واحدة مع درويد الحام لانا اكبر نجمين واكبر اجور كان درويد الحام ونهد قلعي جميل فا اولا رشحني بابا عايز كده كانت نجمة سعاد حسني سندريلا هي اللي بتختار الابطال او ده تكريم اللي كان في بيروت ايوه اللي احنا كلنا شفناه وعلمهم الاعمالي اكلمينا عنه كده واول عمل كان حاطين الافيشات بتاعته والدعاية امرأة تسكن واحدة عشان مع النجم السوري الدريد والمرحوم نهاد قلعي واغراء ومنواصف استاذة المسرع يعني مجموعة كبيرة جميل طب هو ليه للفنان كمال سلاح الدين رغم انك انه هو صاحب شركة انتاج وكان مخرج كبير ومعروف ليه ما قداش لحضرتك بطولة مطلقة لا الدني في ايه الدني بطولة زقب على الطريق مارين فخر الدين صلاح قبيل عمر خرشد سيد زيان براهيم سعفان ولا بالفتوح انا الفدت ايوة انا ساحبة الحدوتة وطلعني باسمي رغم كنا منفصلين بس العمل حاجة والعلاقات الزوجية حاجة ايه اللي رجع بقى الدراما المصرية المجدهة يعني ايه دلوقتي اللي ممكن نقدمه او نسعى ان احنا نوصله زي زمان فيه اعمال حلو قوي اتقدمت السنة اللي فاتت واللي قبلها اعمال حلو قوي قوي اه زل الرئيس من احسن الاعمال اللي قدمت لا فيه اعمال دلوقتي الحمد لله احنا جات لنا فترة كده فترة ال ربنا ما يعيدها بتقول الاخوات انا الشعاطين احنا قدامنا دلوقتي على الشاشة لقطات من تكريم حضرتك في بيروت اهي كنت متقلقة والله ما شاء الله زي الامر دايما من زمان يعني استقبال الناس بقى لحضرتك هناك كان عامل ازاي كان حلو جدا 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 وبعدين اللي قدمتني نجمة رولا سعد اه ما شاء الله جميلة اه هتطلع المسرع مع عالمية كبيرة جميلة اه طبعا اه لانها مسلت معي في شلسة تكون واحدة زي رولا سعد كده تقدم حضرتك انت بالنسبة لها استاذة وبنزل النس كتير فطبع ده الطبيعي طبعا هي تقدم حضرتك بكل وكان كل العرب فيه نجوم من سوريا نجوم من تونس نجوم من الليبيا وعايز اقشف عايز اقشف كر الدكتور هو تحت رعاية لبنانية بس الرعي الاساسي الدكتور هيراتش احنا كنا زي الف ليلة وليلة كان في حاجة حسن يوسف كانت نجمة مصر نبيل عبيد محمود قبيل محمود الجندي يا رب ما كونش النسي التحد طب كلمين عن حضرتك عن البطولة اللي ادهالك كالاستاذ كمال السلاح الدين كان فيلم ايه؟ فيلم زقابة على الطريق كان تأليف سلاح درويش شاحفي في الجمهورية وكان اخراج كمال وانتاج كمال وقلتلك ان كانت فيه عودة مارين فخر الدين كانت في بيروت ورجعت وعمر خرشد كان نجمة مكسر الدنيا اللي يرحمه ونجمة سلاح قبيل مكسر كبير قوي وستاذ علي الكاسب وستاذ براهيم سعفان سيد زيان ده بطولة وداني كمان بطولة الممثل القدير انتون كوين الشر محمود المليجي جميل جدا انتاجه رجال في المسيادة كان نجم صلاح قبيل أشرف عبدالغفور وستاذ مدبولي وستاذ محمود المليجي ربنا ديها صحة الفنانة سوهير الزكي كان بتعمل أختي مامتي كانت ميمي شاكيب انا عملت التلات اربع بطولات مطلقة ما شاء الله دايما في ازدهار وتقدم يا ربي وبعدين انا دايما بجري ورا الدور ومش الكام انا عايزة الكايف لازم الدور يكون بيقول حاجة فيه مضمون رغم ان حضراتك اشتغلت كتير مع الفنان الراحل محمد عوض ليه بدأتوا بالمسرح وقترتوا فيه عن السليمة لا عملت معي سينما كتير عملت معي جنون المراهقات تقليل فاروق صبري وانتاج فاروق نجيب عملت معي هارت السقيين عملت معي جدعان حارتنا لا عملت معي سينما هل فيه عمال لحضراتك في رمضان اه فيه مع مخرج سينمائي جديد والحقيقة بيحب الفنان الممثل ومش اي فنان ممثل طبعا دي الفنان الجميلة لا الحقيقة لقيت المجموعة وكلهم من الشباب مسلسل جديد اسمه عيش ايامك اخراج الاستاذ اشرف الغزالي هو رئيس القناة الثقافية كمان وانتاج حسني محمود منتج very gentle man وحبب الممثل اوي عنده لمسة ان هو بيلمس الفنان روح الفنان من الشخص وحتى انا جيت كده من بيليو بينه قلت انت بتحب الممثل اوي لان حاسيت كمان دايما بيهتم بعنين الممثل والعنين بتقول تم تكريمك مؤخرا في بيروت وشوفنا التكريم كان جميل طبعا بالنسبالك التكريم بيعني ايه؟ لا طبعا بيديك باور بتبقي سعيدة فحلو قوي وانا جيت من بيروت اتكرمت كمان تحت رعاية الامم المتحدة الرئيس مجلس الادارة دكتور نبيل رزق وكرمه النجمة الكبير حاجة حسن يوسف ولوبنا عبدالعزيز ومحفوظه عبدالرحمن وجايزة فتن حمامة استلمتها النجمة اللي هي مشايين تحت رعاية الامم المتحدة فالتكريم حلو بيدي الفنان باورو وبيشجعو وبيرتح نفسيا احسن ما نتكرم واحنا ميتين الرفيق الاعلى مش هنهيس بالتكريم فحلو ان احنا نتكرم واحنا عايشين جميل طبعا انا اتمنى لحددك كل تقليد وبيش اقول تكريم انا كرمت من مهرجان دمشق المصرحي بروايتي حكاية تلت بنات اخرج محمود الالفي وانتاج هيقت المصرح خدت تكريم من صفة الشريف من بلدي مرتين مرة عن اوراق مصرية ومرة عن المسلسل الكومي للمرحوم محمد راضي وقرمت خدت الجايزة مهرجان السينما عن دوري فتوتو النبوت جميل كلمين حضرتك عن فيلم الأوراداتي اه بحبه قوي دور حضرتك استقبلت موقف الراقصة ازاي دوري الراقصة هو الاستاذ نيازي من ساعة ما اخترتني سعاد حسني وجبته يتفرج علي او عوض عزمه من المصرح احنا نكمل وقامنا عن دوري الراقصة بس معنا اتصال استاذ عمر من الكاهرة مساء النور الحقيقة انا بتفرج الحلقة بتاعتكو النهاردة حلقة الحقيقة رائعة لان انتوا جدتوا نجمة رائعة امار رمزي من الفلانات اللي بجد اللي بيشوفها بيفتكر مصر وبيحب مصر اكتر وقتا ان هي جابت تحدي زي امار رمزي عايز اقول حاجة بس الفلانة امار رمزي اه 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 انا شفت يعني كان من اجمل افلامها فيلم التوتو النبوت اه ودولها في الفيلم ده كان جميل جدا بس اه فيلم التوتو النبوت ده يعني كان عايز اعرف الدول ده من اللي بشحها دي والان الحقيقة كانت شخصية جميلة جدا اه رغم ان هي كانت يعني في اخر الفيلم كانت يعني اتخلت عن جوزها وكده بس هي في النهاية كانت اداها التمثيلة رائعة في الفيلم ده يكلمنا عن الفيلم ده بس عشان انا بحب الفيلم جدا اتفضل اتفضل انا كمان بحب الفيلم ده قوي 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 انا عملت حوالي سبع افلام مع الاستاذ نيازي منهم فيلم صفاح النساء باسمي يعني شخصيت يقولك الصفاح بيهدد امال رمزي والصفاح قتل امال رمزي فالاستاذ نيازي جاب لي سيناريو وجالي وانا بعمل مصرحية مع حمدي احمد الله ينحمه ازاي الصحة في المصرح العايم وقال لي انت اشتغلت مع مين قبل كده في القدباء قلتله اشتغلت مع احسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وقال لي طب ايه رايك نجيم محفوظ قلتله انا بحلم اقول جملة لعمل من عمل نجيم محفوظ فاداني السيناريو فراحت جدا بالدور سلمة وبعدين بعتلي الاستاذ جرجس فوز الله ينحمه وما دمعي العاد وبعدين شوفي شياكة الانتاج ايفون ماضي عملت لينا الملابس اه جميلة جدا فقلتله استاذ نيازي انا هتكره لان محمود الجندي طالع ومحبوب وانا بكرهه وبرفو ده اتجوزه وبتاع قال لي في الاخر حيحبوكي بالضبط طب احنا معانا مفاجأة لحضراتك يعني الفنان صابر طه اصغر هو لكب اصغر فنان تشكيلي في العالم اه لا ده فنان تشكيلي رسم حضراتك دلوقتي في مجرر اللي هو شوف حضراتك دلوقتي بس اه ده ناس عيدة جدا وانا بقره له حاجات وشفت له حاجات حلوة قوي وكان دايما الملحوم اسامة الباز بيفتح له المعارض والحاجات دي فانا سعيدة قوي ابن اهلي تكلمينا حضراتك بقى عن فيلم التوت والنبوت والعسل والدم الخفيف والرقة اللي كانت فيه بنفس الوقت وبرده كان يعني ما بين بنوت عسولة راكية جدا من طبقة عالية لبين ان هي روحت بيت وحش هو اتجوزت واحد كان بيقص عليها لا او كان بيقص عليها عشان بينتق مني لان هو كان بيشتغل خدام عندنا وكان دايما عينه مني فخليت بابايا ترده مش عارف ايه مسالتي فلما بقى غني واخوه انحرف ابتدوا يطلبوا انا رفضته بس غصبوا على ابويا ولا ممكن يموت وما نساش كمان الاستاذ عيزة اللي عليلي النجب الكبير قد ايه كان بيساعدني نساش ماما امينة رزق كانت تقولي جملة دي ما تقولاش دي خدت عال ابديلي مفروض في بروفا قالوا انه محمود الجندي بيرميني بالاكل مش عايزني عاود معايا بقى بينتقبوا الخدامة ايه بقى فبروفا مشت كويس وانس ان الكاميرا دارت لقيت الاستاذ محمود الجندي ربنا دي الصحة حيت تتعلقى محترمة بقيت اولا الحقيني يا خالتي هي ترمت عليها اخدت جزء متضرب فبعد كده عاتبته وعاتبته قريب في المهرجان انه كان موجود وكانت مادامته الحلوة قلت له انا بحبك قوي يا حودة بس انت دربتاني جامد قالي الاستاذ نيازي قالي انت بطبطب عليها دي علقة محترمة ولحظت بقى ان هم خلاص لما وقعوا لما وقت الطلاء ومرة واحدة لقيت حضرتك زغراتي كده كان من احسن ما شهد بجد اللي اصرد في السينما انا ما بعرفش زغرات جابوا لي واحدة من المجميع وانا حطيت ايديوز معي مع حضرتك تستوي تلفوني اهلا بيك يا مروة اهلا بيك كل سلام انتو طيبين واحدة ديك طيبة ربنا هليك معاك فنانة جميلة طبعا ربنا انا بس انا مساء الخير يا فنانة انا بس انا بس انا بس عايزة اسأل حضرتك افلامك مع فلامك مع استاذ عادل الإنام يعني ياريت تحكينا كواليس الفيلمك تبعاملة ازاي ام يعني النصرة كده ااااا عالمشاهد ايه لو كانت في حاجة مثلا ااااا اتفاجئتي حاجة حصلت حاجة طريفة كده مرسي اولا اولا مرسي لك يا حبيبتي ومرسي علي اعتصالك هنا اشتغلت مع الاستاذ عادل اول مصرحية وصديق وحبوب وعسل تاني الفيلم الوحيد اللي عملته معاه البعض يزب للمأزون مرتين كان عيد الإمام سنائي بتاعته لبلبة ومرفة أمين نور الشريفة اللي أرحمه كان صديق لأن عملت معاه المرايا قبل كده زوجته وأنا كنت مرادة سمورة سمير غانم فالزعيم دمه خفيف أستاذ في البلاتو دايما يقول لك الجملة دي قفليها أول مشهد في الفيلم كنا في نادي سبورتينج فقالي قفلي الجملة دي كذا عملي دي كذا بما أن في علاقة بيننا وبيننا وبعض من المسرح فكنت سعيدة جدا وبتمنى أن احنا نلتقي تاني إنما في مشهد من الفيلم ده كان حصلي قبلها بيوم إن أنا قفش جوزي متلبس مع ست أنا كنت قفش جوزي قبلها بيوم مع واحدة ست فوأنا المخرج دكتور محمد عبدالعزيز ربنا يديره الصحة وحشاتنا أفلامه قال لي وانتي بتصرخي وبتقولينه أنا عارفة وسكتة وبقولين كنت أقل بحس الجدار الشلي بتهز بتقولي إن أنا مبرح فاشت جوزي الموقف ده الموقف نفسه كان كبير طبعا طيب تحب تقولي إيه في نهاية الحلقة واللقاء الجميل العظيم مع حضرتك ده أقول مرسي قوي إنكم فكرت فيها للقناة الجميلة اللي مؤتمية بجمال السيت والصحة وقناة حلو قوي وفي مشاهدة عالية جدا من الستات وطبعا يحي يا ستات أنا مبرح طبعا يحيو يحيو ومرسي واستمتعت بيكو وبكونترون بيقولوا الرجالة كمان والرجالة كمان طبعا ما نستغناش عنهم لا نعم هم اللي ما يستغناش عننا احنا اللي تم نكمل بعض احنا ما بقناش نص الحلو احنا بقينا 85% الحلو 95% كمان أمال بهم جميل اللي يسمى حضرتك الاسم الجميل ده هو أنا اسمي أمال لأن ماما كانت قبل ما تتجاوز بابا وخلاتي بحبه نشيد الأمل فجاء جدي بحبه واحدة اسمها كمالات وأنا مولودة ببيت جدي جدي كان بيجاوز بناته ويجيبهم يعدهم شهرين ثلاثة ويأكلهم ويأكل جوازه فراح كتبني وكان بيحبه واحدة تركية اسمها كمالات زيه ما تجاوزهاش ففي البيت بقلول لا احنا هنقول أمال ففي المدرسة كنت محتاسة بقراريش المدرسة كان المدرسي نديني كمالات مردش ورمزي رمزي أحمد رمزي اللي لأطلق عليها الاسم عشان كنت أخته جدا عن حارتنا جميل جدا والله بنا أشكر حضرتك طبعا وسعداء جدا باللقاء حضرتك الفنانة القاديرة الجميلة أمال رمزي مرسي أنا أسعدت فنان صبر طاها طبعا على الرسال وأنا كمان بشكره رسال الجميلة اللي وصلها لحضرتك وبالحقيقي جدا مرسي قوي مرسي ده فنان تشكيلي جميل جميل وبعدين شوفي كان صغير أصغر فنان وعمل أعمال إيه ومال مع السن اللي جاي حيعمل إيه وإيه بسيهوا بقى يفتكرنا بقى آه طبعا على فكرة فيه ناس كتيرة بتتسنوا شو ملاحقين يتواصلوا مع حضرتك عايزين حضرتك تنورينا وتبعيدينا تكوني معانا في حلقات تانية إن شاء الله ونكون النهاردة نكون قدمنا لحضرتك حاجة جميلة مرسي يا حبيبتي كل سنة وانتش طيبة وانتش طيبة حبيبتي وبكده تكون انتهت حلقات النهاردة مع الفنانة الجميلة أمار رمزي والفنان صابر طه أصغر فنان تشكيلي في وطن العربي ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من لمسة وفاء استنونا